نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن إعلانات السماح لحامل تأشيرة الزيارة للسعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج وأوضح المركز الإعلامي أن هذه الإعلانات مضللة مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليست تأشيرة زيارة وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية